بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الأهلي العظيم أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج التريد النهاردة بالتأكيد ليلة مباراة الأهلي وسيمبا في إياب الدور الأول من النسخة الأولى للدوري الإفريقي لكرة القدم بالتأكيد ده مواجهة مهمة جدا النهاردة كانت فيه تصريحات لمرسل كولر محمد الشناوي كان فيه تصريحات أيضا للمجيل الفني لفريق سيمبا التنزاني من خلال وقاء المؤتمر الصحفي اللي وقيم اليوم الساعة للسنة عشر ظهرا في مقر المؤتمرات الصحفية أو قاعة المؤتمر الصحفي في استاد القاهرة الدولي كمان بعد أقل من ساعة تدريب فريق النادي الأهلي على ملعب مختار التتش بجزيرة وفي هذه الأثناء التدريب الرئيسي لسيمبا على استاد القاهرة الدولي هلنتناول بالتأكيد تصريحات كلا المدربين في المؤتمر الصحفي استعدادات الأهلي للمباراة نلقى الدوق على مدى جهزية الفريق واللاعبين كمان النهاردة نتكلم على نتائج الجولة الأولى قبل انطلاق لقاءات الجولة الثانية غدا وبعد غد حالة فيها كوليس وتفاصيل مهمة جدا وكمان النهاردة ظهرت حاجة على موقع الاتحاد الإفريقي عملت لغة كبير جدا في القرى الإفريقية الناس في المغرب بتسأل والناس في غانا بتبعت وتسأل وفي نيجيريا وفي تونس هو قاعدة الهدف خارج الملعب أو خارج الأرض بهدفين ولا ملغية زي الاتحاد الأوروبي هل لايحة الدور الإفريقي حصل فيها تعديل ولا إيه؟ كل ده بالتأكيد النهاردة نتكلم عليه من خلال برنامج التريند لأنه أكيد أي حاجة بتبقى مصارة على السوشيال ميديا نبقى حرسين على توضيحها مع كل الجماهير في كل مكان لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة وسؤال حلقة النهاردة هزعرف توقعات حضراتكم لتشكيل الأهلي في مباراة سينبا غدا وتوقعاتكم أيضا لنتيجة اللقاء بكرة اللقاء الساعة خمسة بإذن الله على أستاذ القاهرة فهتقدروا تشاركوا معنا من خلال الإجابة على السؤال عبر صفحات القناة على السوشيال ميديا وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من توقعاتكم للتشكيل وتوقعاتكم على نتيجة اللقاء وبإذن الله تكون نتيجة يعني مؤهلة للأهلي بإذن الله إلى الدور الثاني نشوف أداء فني ونتيجة كبيرة يعني تكون دفع معنوية قوية جدا قبل مباراة نصف النهائي اللي هتتلعب إن شاء الله يوم الحد اللي جاي يوم الأحد القادم لقاء زهاب الدور نصف النهائي لكن بسرعة نروح لأهم العنوية فيه التريند الأهلي الفريق يختتم تدريباته اليوم استعدادا لسينبا وكمان كولر جاهزون لحسم بطاقة التأهل لنصف النهائي وفي التريند العالمي صلاح لاعب الشهر في الدور الإنجليزي استعرض مباراة اليوم ولسه مباراة هذا الأسبوع مستمرة حتى منتصف هذا الأسبوع الدور الإنجليزي نبدأ بعد الساعة العاشرة من مساء اليوم فيه لقاء كبير وقاو جدا في وسط الجدول الدوري في البريمير ليج توتنهام بيستضيف فولهام نروح للدوري الأسباني وفي نفس التوقيت أيضا في العاشرة من مساء اليوم فالنسيا بيستضيف قانش ده الدوري الإنجليزي والدوري الأسباني نروح للدوري الإيطالي كل المباراة النهاردة بالليل شوية يعني في الصهر الساعة سبعة ونص أودنيزي على أرضه ووسط جمهوره بيستضيف فاليتي والساعة العاشرة إلى ربع فورنتينا بيستضيف أمبلي دي جولة من مباراة استكمال جولة الإسبوع من الدوري الإنجليزي والإيطالي والأسباني طيب دي كانت تمقدمة مهمة جدا في برنامج التريند نخرج إلى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد طيب بالفترة الأخيرة كنا بنتكلم على فكرة الحضور الجماهير مهم جدا الدعم مهم جدا للفريق وإن شاء الله الأهلي يقدر يحقق نتيجة جيدة ويتعهل إلى دور نصف النهاء ولكن فيه جانب مجتمعي ودور مجتمعي مهم جدا للنادي الأهلي بخصوص مباراة الأهلي وسيمبا وسبق أن أعلنت في العديد من الحلقات السابقة أن الأهلي طلب الساعة الكاملة من أجل نقطتين مهمين جدا أولا كل ما يكون فيه حضور جماهير كبير كل ما هيزود الدخل المادي لهذه المباراة وبالتالي كل الدخل المادي من هذه المباراة هيروح للأشقاء في فلسطين كدعم مدي وتبرع من إدارة النادي الأهلي والنادي الأهلي إلى الأشقاء في فلسطين تضامنا بالتأكيد مع الأحداث المؤسفة اللي بيتعرضوا لها في الفترة الأخيرة وتضامنا بالتأكيد مع كل الشعب الفلسطيني في الفترة الحالية كمان نادي الأهلي وأنا كنت أعلنت ده في كذا حلقة برضو من فترة سابقة أن كان حصل تواصل ما بين إدارة النادي الألي مع وزارة الصحة النهاردة الأهلي أعلن ده بشكل رسمي من خلال حسابه الرسمي وقالوا في الخبر أن إدارة النادي أعلنت عن وجود ست سيارات إسعاف من وزارة الصحة أمام بوابات استاد القاهرة صباح غد الثلاثاء للتبرع بالدم للأشقاء في فلسطين جاء ذلك بناء على طلب النادي الأهلي الذي تقدم به إلى وزارة الصحة قبل أيام لتخصيص عدد من سيارات التبرع بالدم حتى تقوم جماهير الأهلي التي ستتواجد في مباراة العودة أمام سنبا التنزاني في الدوري الإفريقي بالتبرع وأرسلت وزارة الصحة الموافقة أمس وأكدت على وجود السيارات المشار إليها لإتاحة الفرصة للراغبين من جماهير الأهلي في التبرع للأشقاء ومسندتهم حتى يستعيدوا حقوقهم المشروع عاشت فلسطين حرة ده خبر مهم جداً كان لازم أأكد عليه وأبدأ به فقر الترند الترند لأننا بقلنا أكثر من حوالي 3-4 أيام بنتكلم على القرارات التي اتخذها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب فيما هو متعلق بالقضية الفلسطينية والدعم الكبير جداً من الدولة ومؤسسات الدولة وكمان دور الأندية الرياضية كمؤسسات لها دور مجتمعي في هذه الأحداث المهمة جداً كامل التضامن مع الأشقاء في فلسطين لواحد يومياً والله يعني بيشوف مشاهد ولقطات لواحد حزين حزين أن أنت مش فيدك حاجة تقدر تعملها لواحد لو فيده حاجات كتيرة ممكن نعملها هيعمل كتير قوي ولكن للأسف يعني أكتر حاجة ممكن نقدر نعملها بنعلن لحضراتكم هذه القرارات والمواقف التي تتاخذ سواء من الدولة المصرية أو حتى من النادي الأهلي لكن نتمنى نتمنى يا رب إن شاء الله أن يكون فيه تضامن من الأمة العربية وقرارات مهمة جداً من الأمة العربية خلال الفترة اللي جاية لأن بصراحة الوضع أصبح يعني لا يطاق لا يطاق والأمة العربية والدولة العربية أقوى من كده بكثير ولكن محتاجين تكاتف محتاجين تكاتف لأن بصراحة الأطفال الأبرياء اللي بيستشهدوا والنساء والشيوخ والرجال والشباب يعني حملة إبادة جماعية للأشقاء في فلسطين مش قادر أفهم ولا استوعب إزاي المجتمع الدولي بيتعامل بشوزوفرينيا مع هذه القضية بهذا الشكل ناس أصحاب قضية وأصحاب أرض الناس ما تتعامل معهم وكأنهم هم الإرهابيين وناس تانية معتدية ومختصبة وكيان مختل صهيوني مش قادر أستوعب إزاي العالم بيتعامل بالشكل ده حتى على المستوى الرياضي حتى على مستوى الفيفا في حرب أخرى عالم إحدى الدول وكان تضامن في هذه القضية الناس عاملة ودن من تين ودن من عجين شيء مؤسف للأسف يعني شيء مؤسف طيب نرجع لأحداثنا والنهاردة بالتأكيد فيه تدريب مهم جدا للنادي الأهلي والتدريب الأساسي والرئيسي قبل مباراة الغد ولكن قبل ما أتكلم على المباراة وقبل ما أدخل فيه تفاصيل اللقاء ومدى جهزية اللاعبين والكلام اللي تقال في المؤتمرات الصحفية عندي نقطة مهمة جدا عايز أبدأ بها وهي متعلقة بتقرير نشر النهاردة على موقع الاتحاد الأفريقي والتقرير الناس أريته في تونس وفي المغرب وفي الجزائر كل الدول العربية وكل الدول الأفريقية اللي مهتمة ببطولة الدور الأفريقي الـ AFL التقرير يعني هستعرض معكم على شاشة تقرير الموقع الرسمي لاتحاد الأفريقي ولما الموقع الرسمي لاتحاد الأفريقي يتناول مدة قانونية أو ظروف مباريات في البطولات الأفريقية أكيد لازم يكون استند للواياح التقرير قدام حضراتكم بيتكلم على مباراة الأهل واسمبا في لقاء العودة شايفين السطر المزلل فيه سطر كده مزلل قدامكم حضراتكم قدامنا هو بادئ بكلمة with a way goal التقرير عايز يقول ايه؟ يعني اختصارا للسطر ده بيقولوا ان مع عدم احتساب الاهداف خارج الارض تظل المواجهة على المحك قبل الاياب في مصر يعني هو عايز يقول في السطر ده ان الاهداف خارج الارض لا تحتسب بهدفين يعني الهدف اللي بيجيبه خارج ارضك لا يحتسب بهدفين ده تقرير موقع الاتحاد الافريقي اللي بيقول الكلام ده والمفروض موقع الاتحاد الافريقي لما يقول الكلام ده بيقول بناه على ايه؟ بيقول بناه على ليحة طب هل الكلام ده صح؟ لا الكلام ده للأسف غلط آه للأسف غلط يعني الزملاء المسكين الميديا ميديا تشانل في الاتحاد الإفريقي ومسؤولين عن الإدارة الإعلامية ارتكبوا خطأ كبير جدا لأنه عمل لغط في الوسط القرى وفي القرى الإفريقية احنا استعرضنا اللايحة هنا في أكثر من مناسبة والليحة بنودها واضحة جدا وصريحة لايحة من 40 ورقة صدرت بالتلاث لغات باللغة العربية باللغة الإنجليزية وباللغة الفرنسية الحمد لله الواحد معه التلاث نسخ عشان لو في حاجة مش واضحة في العربي أتبص في الإنجليزي حاجة مش واضحة في الإنجليزي نص محتاج تفسير تبص في الفرنساوي رغم أنه هو الرابطة أو إدارة الدور الإفريقي قالت في أحد بنود اللايحة لو حصل تفسير غلط في أحد بنود هذه اللايحة ارجع للنسخة الإنجليزية فاحنا النهاردة جايبين لكم النسخة الإنجليزية جايبين لكم النسخة الإنجليزية النسخة الإنجليزية بتقول إيه؟ في مادتين المادة 15 والمادة 16 المادة 15 قدام حضراتكم أهي بتتكلم على نظام المباراة الماتش سيستيم فيها الفقرة الأولى والفقرة الثانية والفقرة الثالثة طب تعالوا كده عند الفقرة الثالثة بيقولك في حال التساوي عدد الأهداف الإجمالية المسجلة في نهاية الوقت في المباراة تنزل بقى لرقم واحد في الفقرة الثالثة بالنسبة إلى الدور ربع النهائي ونصف النهائي بالنسبة إلى الدور ربع النهائي ونصف النهائي الفريق الذي لديه أكبر عدد من الأهداف خارج أرضه يتأهل إلى المرحلة التالية واضحة وصريحة الفريق ده في الدور ربع النهائي ونصف النهائي يعني في المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي اللي هي مرحلة الدور ربع النهائي الفريق الذي لديه أكبر عدد من الأهداف خارج أرضه يتأهل إلى المرحلة التالية يعني الأهل يوسم بأتنين اتنين سفر سفر في القاهرة الأهل يتأهل واحد واحد في القاهرة الأهل يتأهل تمام؟ التقريب بتاع الموقع الكاف بيقول عكس كده بيقولك حتى لو تعابلوا سلبيا أو إيجابيا لعبوا ضرب الجزاء مدى معنا السطر اللي نشر في موقع الكاف لكن اللي هيقضانكم ما بتقولش الكلام ده ده بنزل لتحت في المباراة النهائية في المباراة النهائية يتم إعلان الفريق صاحب أكبر عدد من الأهداف خارج الأرض يعني حتى في النهائي لو أنت متعادل برة 2-2 وعلى أرضك 1-1 أنت بطل أنت صاحب البطولة لأنه بيقولك يتم إعلان الفريق صاحب أكبر عدد من الأهداف خارج الأرض هو الفائز بالدور الإفريقي نسخة 20-23 ولكن إذا كانت الأهداف خارج الأرض متساوية أيضا نزلك بقى في المادة 16 بيتكلم بقى على فكرة إيه لو حصل ده لو أنت في ربع النهائية ونصف النهائية تروح لرغلات الجزاء لو أنت في المباراة النهائية هتلعب إكستراتي تمام؟ الناس تقولي طب هي دي اللايحة آه عندنا برضو ورقة من ورشة العمل بتاعة اللايحة أنا أستعرضها مع حضراتكم دلوقتي لأنه بتأكد على نفس البنود حاجبنا لكم المصدر يعني جبنا لكم اللايحة الأساسية باللغة الإنجليزية المعتمدة وجبنا لكم كمان اللوجو بتاع البطولة وتأكيدا على فكرة النظام بتاع المباراة ماتش ستيج وتنزل تحت إمتى تلعب إكستراتي فأنا مش قادر أستوعب يعني الناس في الاتحاد الأفريقي ايه التخبط اللي موجود ده؟ ليه التخبط ده؟ يعني الاتحاد الأفريقي مسؤول عن ثلاث حاجات يعين الحكام يعمل كشف المنشطات لو حصلت أمور خارجة عن النص سلوك أي قرارات اندباطية الاتحاد الأفريقي هو اللي بيعلنها لكن نظام المباراة ده مسؤول عنه الشركة المديرة للبطولة الشركة المنظمة ودي اللايحة بتاعت البطولة فموقع الكاف عمل لغة غير طبيع أنا طبعاً ما بصتش على موقع الاتحاد الأفريقي لقيت زومة لكتير جداً إعلاميين بعتلي لينك الخبر اللي نشرناه على حضراتكم دلوقتي وده نازل على فكرة باليومين بس الناس على ما شافته واستوعبت اللي مكتوب الناس مستغربة ليه بقى الناس مستغربة؟ أولاً الوداد كسب خارج أرضه في نيجيريا على إن ينبى 1-0 فمعنى الكلام ده لو إن ينبى يعني جاب هدف مقابل لشيء على الوداد أو جاب 2-0 على الوداد في المغرب يبقى كده فيها كلام الناس مش قادرة تفهم يعني دلوقتي الوضع يبقى إيه؟ ما أنت بتقول للآله وسيمبا 2-2 لكن مباراة العودة تبقى على المحكل إن الهدف خارج الأرض مش بهدفين قدامكم النتاج إيه على الشاشة؟ دي نتاج الجولة الأولى لقاء الزهاب أو لقاءات الزهاب سيمبا والآله في تنزانيا 2-2 بيترو دي لواندا مع سانداونز 2-0 لسانداونز في أنجولا تيبي مازينبي على أرضه المباراة تعبت في تنزانيا بس تعتبر المباراة على أرضه كسب إسبرانس اللي هو التراجي التونسي 1-0 في مازينبي إن ينبى والوداد الوداد كسب خارج أرضه كسب في ناجيريا 1-0 دي نتاج الجولة الأولى وبالتالي أنا مش قادر أستوعب فكرة إن الموقع الرسمي للكاف يغلط غلطة يعني زي دي يعني أنا معاك والله على الهواء وأسئلة كتيرة ناس عما لا تسألها لأن الموضوع ده بيقامل لغط ولغط زي ده على فكرة ممكن يوصل للفرق المنافسة وبالتالي الناس تبعث باقي مالات وتسأل وتبقى ليلة المباراة تبقى أنت محضر نفسك على حاجة معينة وتلاقي اللغط ده انتقل للأندية وانتقل للعيبة وانتقل للجمهور وراح للإعلام فخطأ لا يختفر بصراحة يعني من الموقع الرسمي والقائمين على إدارة الموقع الرسمي في الاتحاد الإفريقي فعشان كده كان لازم نوضح لحضراتكم وإحنا دايما لما بنحب نشرح حاجة أو نوضح حاجة لازم بنطلع فيها مستندات رسمية فأنا المستند اللي أكد عكس كلام الموقع الرسمي للكاف نسخة ليحة الـ AFL اللي باللغة الإنجليزية وجبنا لكم كمان الوركشوب الخاص بورشة العمل لشرح اللي اتعمل للأندية بخصوص نظام البطولة وبالتالي كده إحنا حصلنا الأمر عشان ما يبقاش فيه لغط عند الجماهير أو حتى عند بعض الزملاء في وسائل الإعلام طيب نروح النهاردة للمؤتمرات الصحفية النهاردة كان فيه مؤتمر صحفي لسيمبا الأول وبعده كان فيه مؤتمر صحفي للنادي الأهل النهاردة على فكرة قبل ما نتقل للمؤتمر الصحفي ونشوف مرسل كولر قال إيه والكابتن محمد الشنو قال إيه أنا كولر عجبني في تصرحاته عناصر كده سريع أقول لكم عليه أولا كولر قال الوقت ما كانش يكافل التحضير للقاء العودة لأن الوقت دايع جدا ما بين لقاء الزهاب ولقاء العودة قال النهاردة الماران هيكون بحضور كل اللعيبة كل اللعيبة النهاردة هيكون موجودين في التمرين وده شيء يطمننا أن الحمد لله ملف الإصابات ابتدأ يقل شوية وعادة المصابين بيقل شوية في الفترة الأخيرة قال كمان عبد المينعم شارك في ماران مبارح قال مودست شارك لكن النهاردة هنقيم حالته وقال كمان أنا مؤمن جدا بسياسة التدوير ما عنديش لعيب أساسي ولا لعيب احتياطي المفهوم دا مش عندي دايما الروتيشل وتدوير دا موجود في استراتيجية شغلي لأن أنا عارف أن الموسم طويل وفيه كلام كتير جدا في الموسم دا لما بين مباراة محلية وقرية ودولية الشناوي قال احنا رجعين بنتيجة إيجابية ولكن عايزين نعمل نتيجة أكبر وإيجابية أكبر عشان نحقق أهدفنا في التأهل قال تفكرنا في لقاء الغد أكتر من أي تفاصيل فنية خصة مباراة الزهاب على موضوع مين يلعب مين ما يلعبش كلام كتير قوة ألف الجزئيات دي ولكن دي عنوين حبيت أقول لحضراتكم كانت أبرز تأصرحات الشناوي ومارسل كولر ولكن في تفاصيل أكتر وفي تأصرحات أكتر نطلع نسمع مارسل كولر قال إيه والكابتن محمد الشناوي كمان قال إيه في المؤتمر الصعفي نحن سعداء جدا بمطش العودة سعداء بالأجواء سعداء أنه بكرا إن شاء الله لستاذ حيب أمليان وأنه عندنا دعم كبير من جماهيرنا بكرا إن شاء الله المطش الأولاني كان شوطه الأول إحنا قدمنا فيه مباراة كبيرة جدا قضعنا فرص كتير جدا للأسف ما أحرزناه شعرت كافي من الأهداف شوط الأولاني كان ممكن تخلي المطش شكل مختلف تماما شوط الثاني إدر سيمبا أنه يرجع إحنا كمان تراجعنا جدا ما بقاش عندنا ثقة في إن إحنا نلعب لقدام أو إن إحنا مش عايزين نلعب لقدام كتير وده ما كانش كويس لكن سامحنا لسيمبا أنه هو يرجع للمباراة وجاب جونين حظنا كم كويس إن إحنا جبنا جون سريعا قدرنا نتعادل به وقضعنا بعض الفرص في شوط الثاني لكن في المجمل النتيجة طبعا بالنسبة لنا تعتبر في مصلحتنا نتيجة إيجابية إلى حد ما لكن إحنا هدفنا دايما الفوز هدفنا الأساسي طبعا بكرا هو إن شاء الله تأهل إحنا جاهزين لمباراة بكرا بإذن الله وإن شاء الله نقدم مباراة كويسة وإن إحنا نتأهل وده هدفنا الأساسي كنت فيل تايت أطميرا نيش إحنا طبعا ما كانش الوقت كافي بالقدر المقمول يعني إحنا بنتكلم في أربع كيام بس بين المطشين منهم يومين بيوا لازم استشفى لأن اللعبة اللي شاركت في المباراة لقولها محتاجة وقت عشان تدرك ترجع بدنيا تاني تدرك تشارك فإحنا تقريبا نهار ده أول تمرين حيبقى فيها الفريق كله بيتمارى مع بعض فهنح يقول النهار ده إن شاء الله نكلم في التفاصيل الحاجات اللي نحن عايزين نشوفها وبنقبل نحن نشوفها إن شاء الله في المطش بكرا بالنسبة للمدرست فهو قدر يشارك مباراة لأول مرة في التمرين مرة تانية وحنشوف النهار ده حالته عمل إزاي هل هو ده كافي إن هو يقدر يبقى موجود ولا لأ منع مشاركة تمرين مباراة بشكل عادي وإحنا لازم نعترف إن إحنا عندنا في النادي الأهلي قايمة لعبة كبيرة إحنا بنتكلم في حوالي 32 لعب بالحراس عندنا مطشات كبيرة كتير جدا السنة دي إحنا حنعدي قالبا الستين مباراة عندنا اللعبات دولية كمان بتلعب مطشات فوق ده كمان فأنا مؤمن جدا بالساسة التدوير التدوير معناه بالنسبة لي إن أنا عندي 32 لعب 32 لعب عندي زي بعض أنا معنديش أصلا فكرة تشكيل الأساسي المفهوم ده مش عندي اللعبات كلها عندي زي بعض الدوري السوبر الأفريقي فيه أحسن ثمان فرق في أفريقيا فالفرق كلها قوية الفرق كلها مستواتها متقربة يمكن إحنا حظنا كان في فريق صعب شوية لأن تاريخ الأهلي في تنزانيا مش أحسن حاجة وتعتبر نتيجة 2-2 دي من أفضل النتائج الأهلي حقها أصلا في تنزانيا حتى لو إحنا مش راضين أوى عن نتيجة لكن إحنا عارفين إن إحنا بكرة لازم نقدم مباراة مختلفة تماما أكيد طبعا يبقى نفس الكلام القدش يقول له طبعا إحنا المباراة الأولينية طبعا إحنا رجعنا بالنتيجة بنسبة لنا أجيبية وهو بنسبة لنا شوط أولين إحنا عندنا شوط التاني دلوقتي هنا في مصر في وسط جمهورنا وفي وسط ملعبنا إحنا عارفين المباراة صعبة بس إحنا في الأول في الأخير إحنا مستعدين بشكل كويس كده للمباراة وإن شاء الله يعني نتأهل بكرة إن شاء الله تباتي الفرق الموجودة مش أنا الواحد اللي ببقى موجود بيتكلم مع الفرق إحنا مشين بأن سألنا سيست معين مع الكوتش يعني إحنا كلنا بنتكلم مع بعض حتى جاز الفن بيبقى موجود معنا وبيتكلم معنا إحنا بنشتغل بس ونفكر بس في الماتش اللي جاي عندنا ما فكرش في الماتش اللي بعديه ده الفترة اللي فاتت إحنا بنتكلم فيها يعني على طول اللعبة اللي موجودة عارفة أهمية البطولة وعارفة إن دي أول مرة تتلعب في أفريقيا وعارفة أهمية البطولة وعارفة أهمية المباراة وعارفة إن إحنا بنلعف وستبو مهورنا وعارفين كلام ده كويس إحنا الفترة اللي فاتت ما منتكلمش كتير عشان خلاص إحنا بقى إحنا سنة مع بعض مع الكوتش وعارفين السيستم ماشي إزاي وكل واحد عارف شغله كل واحد عارفه وبيعمل إيه وبرضو يعني اللعبة عارفة أهمية المباراة تصرحات مهمة جدا من مرسل كولار ومحمد الشناوي في المؤتمر الصحف العقد ظهر اليوم في قاعة المؤتمرات الصحفية في استاد القاهرة الدولي على فكرة من النقاط المهمة اللي لفت تنتباه كل الزملاء الصحفيين وده نتج بناء على السؤال اللي تساءل لكولار وتساءل للشناوي مين جاهز؟ مين ممكن يرجع من المصابين؟ مين ممكن ياخد جزء من المباراة؟ أو لعب لقاء الزهاب ممكن تريحوا لقاء العودة الشناوي قال يا جماعة وده قد الرد واضح حتى بس عشان طبعا وقت المؤتمر كان طويل شوية فمش هينفع نستعرض النص ساعة من المؤتمر الصحفي ولكن أنا هختصر الجزئيات دي لأنه أتكلم في نقاط مهمة قوي قال لهم يا جماعة ده الشناوي بلاش حد يفكر كتير في مسألة مين غايب ومين هيلعب؟ قال إحنا كلعيبة إحنا كفريق وكلعيبة ما بنفكرش في التفاصيل الفنية دي خالص اللعيبة والفريق خلص ماتش الزهاب بيستعد لماتش العودة ومين يشارك؟ مين ما بيشاركش؟ إحنا في قط اللصب بينكلمش فيها لأن ده أمر يخص المدير الفني كمان كولر لما تسأل نفس السؤال عشان جدى الشناوي في جزء من إجابته قال لك إيه مش هقول حاجة مختلفة عن اللي قاله المدرب نفس الكلام لأن كولر برضو تسأل هل مين عم يلحق؟ هل محمود بتولي ممكن يلحق؟ مود استغاب ممكن يشارك؟ الرجل قال لهم أنا ما عنديش لعيب أساسي ولعيب احتياطي لما تسأل كمان على إمام عشور قال لهم أنا عندي السادسة تدوير والروتيشن دي على طول بشتغل عليها لأن الموسم طويل وقال عدد المباريات اتكلم على ستين مباراة وعلى فكرة ممكن كمان يكون أكتر من كده إن شاء الله في الفترة اللي جاء لأن فيه بطولات الأهل لسه هيشارك فيها فالعدد ممكن يخش في السبعين فعدد مباراة كتير قوي فأنت محتاج تأمل تدوير لازم تلعب بكريم الدبيس وعلي معلول لازم تلعب بخلال عبدالفتاح ومحمد هاني شوية شوية يدخل كريم فؤاد وأقرم توفيق عندك ياسر إبراهيم ورامل ربيع على لعبه لما متولي غايب ومنعم غايب عندك نص الملعب نفس الكلام كوكا شارك لما أمام عشور قعد مروان عاطية لما قعد نزل أفشة يعني فيه روتاشن في التشكيلة ريدا سليم لما لعب حسين الشحات قعد طاهر محمد طاهر أحمد عبدالقادر دلوقتي ما بيشاركوش بشكل أساسي الفترة الجاية هيشاركو بشكل أساسي فهي الفكرة إن الجهاز الفني عارف إمتى يلعب مين وإمتى يريح مين فالتساؤلات العديدة في الملفات اللي زي دي بتعمل بلبلة عند الجماهير فالنقاط دي الجهاز الفني كولر وكابتن الفريق كان مهم جدا يوصل الرسالة دي لكل وسائل الإعلام لأن اللي بيكتبوا الزملاء الإعلامين أو الصحفيين أو بيقولوا في برامجهم بينتقل للجماهير فالجماهير بتقعوا تسأل على السوشيال ميديا فبتبقى حالة فبتبقى ترند ففي النهاية ده بينعكس وبالآخر بعد اللفة دي تلاقي وصلت في النهاية للجهاز الفني فبتبقى عاملة حالة مش إيجابية في توقيتات انت المفروض عايز تركز فيها وتشتغل وبالتالي مفيش لعيب ممكن يسأل عن علعب ولا مش علعب نتيجة التساؤلات الكتيرة اللي موجودة في السوشيال ميديا عموما دي كانت تصرحات تاكولر وهو شايف من وجهة ناظره ان قبل كده سينبا عمل نتاج إيجابية في القاهرة فليلا أممكن يعمل ده تاني بس هو طبعا مش واخد باله ان المرادة بيلعب الأهلي فالأمر أكيد مختلف عموما في تفاصيل وفي تصرحات قالها ريبيرتو أوليفيرا نطلع نسمحها من المؤتمر اللي صحفي ولنا تعليق بعد تصرحات أوليفيرا المباراة دي مباراة همه جدا بنسبالنا علينا ان احنا نستعد لها بشكل جيد للغاية المباراة دي هي فرصة ان احنا نظهر قدراتنا وان احنا كمان ندي الفرصة لبعض اللاعبين الشباب ان هما يشاركوا وان هما يظهروا قدراتهم امام الجميع في مباراة بكرا ان شاء الله احنا مستعدين بشكل جيد جدا لمباراة بكرا عندنا ثقة كبيرة في قدراتنا يمكن المباراة اللي فاتت مكانش عندنا حصد كبير ان احنا نكسب ولكن التعادل برضو كان نتيجة جايدة بنسبالنا احنا موجودين هنا مستعدين ان احنا نقدم افضل حاجة عندنا في مباراة بكرا ان شاء الله بالنسبة لمباراة بكرا فانا متأكد ان احنا بنحترم النادي الاهلي احترام كبير جدا جدا خاصة معروف النادي الاهلي في افريقيا ولكن على الصعيد الاخر انا متأكد ان النادي الاهلي هيبدلنا نفس الاحترام خاصة ان احنا اظهرنا في المباراة الاخيرة اللي كانت على ارضنا مستوى جيد للغاية والمستوى ده اكيد هيدفع الفريق الخصم ان هو يحترمنا وان هو يقدرنا ويقدر قدراتنا لو هتكلم على فريقي فلازم اذكر ان فريقي من ضمن سبعة اقوى فرق في افريقيا وهي الفرق المشاركة في البطولة دي فبالتالي ده اكيد هيخلينا في استعدادنا المباراة نضعف اولوية نقاشية كتير احترامة لنادي الاهلي وهم هيعملوا الشيء نفسه مباراة بكرا طي اي مباراة انا مش احب او افضل ان انا اتكلم عليها قبل المباراة انا هقدم كل حاجة عندي وعند لعبين وعند فرقتي خلال التسعين دقيقة وهو ده اللي انتو هتشوفوه اثناء المباراة ان شاء الله بالنسبة للمباراة الماضية انا شايف ان انا كنت ايجابي للغاية في المباراة اللي فات واتمنى ان انا اكرر ده في مباراة بكرا خاصة الشوت التاني من المباراة اللي فات الشوت التاني من المباراة اللي فات زهرت كدرات لعبتي وزهرت حاجات جيدة جدا هكون حريص ان انا اكررها في مباراة بكرا باذن الله روبرتو أوليفيرا كينج أنه كان شايف نفسه إيجابي في لقاء الزهاب أنا على المستوى الشخص وكل جميل الأهلي تتمنى ما يكونش فيه حالة إيجابية في لقاء العودة والأهلي يقدر يحسم المباراة مبكرا عشان يضمن التأهل إلى مرحلة الدور نصف النهائي في الدور الإفريقي لكورة القضاء نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نواصل باقي فقرات برنامج التريند النهاردة تريند الأهلي تحديدا وقبل موقع التسيمب التنزاني غدا فيها تفاصيل كثير لأن السوشيال ميديا والمواقع قلقت الضوء على ملفات مهمة جدا انتقالات، تعاقدات، صفقات، استعدادات خاصة بالفريق لمباراة الغد نطلع نتابع آخر أخبار التريند أهلا بحضراتكم من جديد وآخر أخبار التريند والبداع هتكون من تريند الأهلي أول حاجة معنا في تريند الأهلي حساب اليوم السابع وبتكلموا على التغييرات المرتقبة في تشكيل الأهلي أمام سيمبة بدوري السوبر الإفريقي يتكلموا على فكرة أن ممكن كولر يعيد اختيار ثلاث لاعبين في التشكيل مكان ثلاث لاعبين بدأوا في لقاء الزهاب يعني بيقولوا أن كولر بيفضل أن يبدأ بمعلول مكان كريم الدبيس يدفع بمرانة عطية ومام عشور على حساب كوكا ومحمد مجدي أفشا كمان بيتكلموا على إمكانية ظهور محمد عبد المنعم على حساب رامي ربيع يعني بيتكلموا في إمكانية وجود أربع تعديلات على التشكيل الأساسية في ظل استكمال وجهزية لاعبين غابوا عن لقاء الزهاب عشان كده بقول لحضراتكم النهاردة المواقع بتتكلم في تفاصيل والأسئلة كانت في المؤتمر الصحفي كانت معظمها في هذا الشأن لذلك كولر والشناوي كان إجابتهم قاطعة في هذه الجزئية في مسألة أن ما فيش لعب أساسي أو لعب احتياطي ودي أمر أو جزئية مش مطروحة داخل غرفة خلع الملابس حساب يلا كورا النهاردة عمل تقرير حلو جدا ومهم جدا وسبحان الله زي ما يكون عندهم إحساس أن الكافر النهاردة هيلد غلطة مش طبيعية يلا كورا تكلموا وقت إضافي أم رقلات ترقيح ماذا يحدث حال تعادل الآلي وسمبة نص اللايحة أولا اللايحة في المادة 15 والمادة 16 هي اللي بتوضح نظام المباريات في الدور الإفريقي طيب اللايحة بتقول إيه؟ إن في الضر ربع النهائي ونصف النهائي الفريق اللي بيتأهل ده اللي بيسجل أكبر عدد من الأهداف في مباراتية الزهاب والقياب اللي بيكسب في الزهاب والقياب أو بأكبر عدد من الأهداف واللي بيتأهل طب في حال تسوي إجمال عدد الأهداف المسجلة في نهاية الوقت الأصل للمبارات تانية اللي هو لقاء العودة بيتأهل الفريلي بيسجل أكبر عدد من الأهداف خارج الأرض لأن الهدف خارج الأرض بهدفين وبالتالي لا يصير الاتحاد الإفريقي في هذه الجزئية على لايحة الاتحاد الأوروبي لسه مستمر بنفس لايحة الاتحاد الإفريقي ولكن لما تروح للمباراة النهائية لو حصل تعادل ومجموعة الأهداف متساوي حصل تعادل ومجموعة الأهداف متساوي في لقاء الإياب في المباراة النهائية تروح لإغراقات الجزاء لا تلعب أكستر طيب طيب لو أنت مسجل هدف خارج أرضك وتعدلت على أرضك تكسب البطولة وبالتالي اللايحة واضحة جدا والنهاردة يلا قورة كان كويس جدا عمل تقرير عن موضوع اللايحة لأن في نفس الوقت التقرير ده أثبت أن اللي تكتب النهاردة على موقع الكاف للأسف كان غير صحيح طيب ده الجزء المتعلق بتريند الأهلي ولكن في هذه اللحظات أكيد محتاجين نتطمن على تدريب النادي الأهلي الأساسي لذلك بينضم لدلوقتي على الهواء مباشرة الزاميل العزيز فاروق صلاح فاروق مسائل فل إزايك؟ برحب بك يا محمد وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان ومن هنا من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة وبالتحديد يعني من محيط ملعب مختار التيتشي لصوت يعلو فوق صوت مباراة العودة الأهلي وسيمبا واحدة من المباراة المهمة جدا في مشوار النادي الأهلي هذا الموسم استعدادات مكثفة للنادي الأهلي طبعا النادي الأهلي محمد بيختتم تدريباته اليوم على ملعب مختار التيتش بالنسبة للتدريب اللي انطلق في تمام الساعة الخامسة تركيز شديد جدا من جانب العيب للنادي الأهلي إن شاء الله يكون مرضوده غدا بإذن الله في المباراة ويصعد النادي الأهلي إلى مباراة الدور نصف النهائي بإذن الله طبعا أنت بقى جايل لنا ومعاك كل الداتا الأول كنا بنرحب بك في البداية ولسه التدريب ما بدأش المرد أنت جاي والداتا كلها معاك المتاح اللي ممكن يتقال وانت أكيد يعني شاطر جدا في الجزئيات دي يا فاروق طمين على الفريق النهاردة نقول أرقالي أن الفريق الكامل عيكون موجود في التدريب الحمد لله كل اللاعبين موجودين كانت فيه تصرحات لعدد من اللاعبين ما لمستوا من التصرحات ومن اللي تكلم من اللاعب النهاردة في الجزء الأول قبل بداية التدريب يعني في البداية محمد قبل ما متكلم على المباراة بالتحديد والأمور الفنية في المباراة خليني أتكلم على المشهد اللي بيعمله النادي الأهلي النادي الأهلي ومسؤول النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي والصورة دائما بتكتمل من خلال النادي الأهلي اللي أعتقد النادي الأهلي هو النادي العربي والنادي الأفريقي الوحيد أو النادر وحيد في العالم اللي يعني تقدر تقول بيدافع بكل الأمور عن القضية الفلسطينية طبعا إلى جانب طبعا يا محمد زي ما قلنا مجلس إدارة النادرقالي وتخصيص عائد هذه المباراة إلى يعني الشهداء غزة ويعني الضحايا غزة طبعا زي ما أنت تباعت مجلس إدارة النادرقالي طبعا بالتنسيق طبعا مع وزارة الصحة تم يعني التجهيز أو أن يكون موجود ست سيارات إسعاف طبعا لطلق التبرع بالدم بالنسبة للجمهور للنادرقالي اللي أعتقد الجميع ممتظر منه إن شاء الله غدا بإذن الله يرسم لوحة فنية معتادة إن شاء الله تكون في حب النادرقالي في حب مصر وفي حب طبعا القضية الفلسطينية اللي بنتمنى لهم طبعا يعني كلنا بنتمنى رحمة ربنا إن شاء الله على كل شهداء غزة وإن شاء الله يكونوا يعني نتمنى لهم الناصرة بإذن الله للغزة طبعا النادرقالي اللي يتوانى طبعا عن تقديم العون النادرقالي دائما موجود في الموعد ده الشق يا محمد اللي في البداية اللي بنتكلم على الدور للنادرقالي اللي دايما النادرقالي في كل المشاهد وفي كل المواقف بيكون لي الدور الأبرز في هذه المواقف بالنسبة طبعا للمباراة تقسيمة وآخر استعدادات للنادرقالي خلينا أقولك طبعا يا محمد زي ما أنت عارف كان المؤتمر الصحفي يعني زور اليوم للمدير الفن السنبا قال للتنزاني وبالنسبة لمستر كولر ومحمد اللي شناوي اللي تحدثوا عن المباراة وأن الأمور لم تحسن بعد المباراة تقسيمة خلاص إحنا قفلنا مباراة اللذاب التركيز على مباراة العودة مباراة تانية منفصلة تمام ده كان أبرز كلام من كابتن محمد شناوي ومستر كولر اللي أيضا النهاردة فيه المحاضرة الفنية مع اللعبين قال للعبين أنا هنسى خالص مباراة اللذاب مش عايز أن نشاهد أو نتفرج أو نقول أن نتعادلنا هناك الانتعاد الإيجابي أنا داخل ألعب مباراة تانية مطالب أن أحقق الفوز نتيجة 2-2 ما تدي ناشت مئنان ما تدي ناشت ارتاحية لازم نكسب ولازم يكون عندنا سرعة شوية في إحراز الأهداف استغلال المبكر للفرص ضروري أن أنا أحرز عدد كبير جدا من الأهداف كلم طبعا مع اللعبين على أهمية هذه البطولة بالنسبة للجمهور للنادر آلي كلم عليها بالنسبة للعبين يعني حاولوا تستمتعوا حاولوا تفرحوا الجمهور الجمهور ده بيطعب عشانكم كتير إحنا دورنا كلنا أن إحنا جوه النادر آلي عشان نبسط جمهور النادر آلي كلم في مشاهد كتير جدا اللي لعبوا عشان نفسوكم عشان تاريخكم عشان بطولاتكم اللعبوا عشان الجمهور العظيم اللي أعتقد أن يكون موجود خلفكم في المباراة غدا بإذن الله ثم انطلق المران يا محمد خليني طبعا أطمنك على بعض الأمور يعني للطبية خلال الفترة الأخيرة كنا بنشوف غيابات لبعض اللعبين للإصابات النهاردة تقدر تقول مودس طبعا خلاص في التدريب الجماعي اللي ندر آلي طبعا كان تعارف كان نازل ببرد جديد اللعب أنتوني مودس كان بالأمس يعني أجرى تأهيل والنهاردة بينزل التدريب الجماعي وأصبح جاهز طبعا للمشاركة فيه هذه المباراة محمود متولي اللي كان موجود فيه للتدريبات الجماعية وبطمنك بيشارك في التدريب الجماعي اليوم وأيضا واحد من الأوراق الموجودة أيضا مع النادر آلي في هذه المباراة طبعا إلى جانب طبعا كريم ندفت خلاص وصلاح محسن اللي اطمننا عليهم خلال الفترة الأخيرة خليني برضو أطمنك أن عمر السلية طبعا وكريم طبعا خارج حسابات مستر كولر لذي المباراة في المرحلة الأخيرة من التأهيل نبدأ إن شاء الله نتكلم على مدى جازيته إن شاء الله بعد تجاوز عقبة مباراة سنبا التنزاني كل اللعبين التركيز اللي عند اللعبين اللعيبة خلاص بطولة كبيرة جدا بطولة مهمة بالنسبة للعبين لعيبة وبتتكلم في حديثها في كلامها معنا لا بطولة هي الأولى وأعتقد كل واحد منهم عايز يكتب تاريخه ويكتب اسمه إن يكون النادي الأهلي أول بطل لديه البطولة بتكتب في اسمه وتاريخ النادي الأهلي كتب في اسمه وتاريخ القرى الأفريقية بتكتب في اسمه وتاريخ كافة لعب النادي الأهلي مستر كولر طبعا محمد بعد المحاضرة الفنية اللي انطلق المران حديث سريع مع اللعبين في أرض الملعب ثم انطلق المران في الوقت اللي أنا بأكلمك فيه بعض الجوانب الخططية اللي مستر كولر بيتطلبها من اللعبين طبعا خلاص كان مفتوح أول 15 دية بالنسبة لوسائل الإعلام دلوقتي تقدر تقول المران مغلق بالكامل الميستر كولر فورد السرية على التدريبات النادي العالي في هذه الأسناء إن شاء الله يكون مرضودة غدا بإذن الله في هذه المباراة وتكلل بفوز النادي العالي وصعوده بإذن الله إلى الدور التالي بإذن الله في الربع ساعة الأولى كل اللي عايبة في التدريب يعني اتمنتوا شفت مودست شفت متولي محمد عبد المنعي بإمام عشور الحمد لله كل موجود بالفعل يا محمد بأكد لك جاهزية كل اللعبين في أول ربع ساعة نحن موجودين وخليني بأكد لك جاهزيتهم هيقدوا المران بالكامل محمد عبد المنعي بإمام عشور أنتوني مودست زي ما قلنا محمود متولي كافة اللعيبة اللي وضحت أنت أسمعهم يا محمد جاهزين إن شاء الله وبأكد لك إن شاء الله جاهزيتهم منهم موجودين يعني تقدر تقول لعادة كبير جدا منهم إن شاء الله يعني تقدر تقول لتلات اللعبين يكونوا موجودين إن شاء الله في القوام والتشكيل الرئيسي للنادي الآلي في هذه المباراة أيضا جهازية عالية معلومة خليني بأكد جهازية عالية معلومة لأعتقد ان شاء الله تبقى عودته أيضا إلى الجبل يسرة طبعا شفنا كريم الدبيس في المباراة الأولى وظهوره بمظهر يعني لأقه واعتقد واحد من الخامات المهمة جدا لكن عودة هؤلاء اللاعبين تضي إضافة وقوة جدا للنادي الآلي في هذه المباراة فاروق أنا بشكرك على هذه التخطية الحية من مقر النادي الآلي بالجزيرة وكل التعفية رب للفريق غدا في تخطي موقعة سيمبا والاستعداد للقاء العودة أو استعدادا للدور المقبل اللي خلاص خلال أيام الحد اللي جاي زهاب الدور النصف النهائي ده كان كلام مهم جدا مع عز منا فاروق صلاح نرجع مع بعض ونكمل الجزء المتعلق بترند الأهلي طيب كويس وانا بتكلم على ترند الآلي معايا دلوقتي على هواء مباشرة لقطات من تدريب فريق سيمبا التنزاني النهاردة يمكن كان بالزبط من حوالي نصف ساعة هذه اللقطات في استاد القاهرة الدولي ده نزول فريق سيمبا التنزاني لستاد القاهرة الدولي النهاردة يعني تدريب مهم جدا التدريب الأساسي والرئيسي متاح لسيمبا التنزاني التدريب على ملعب المباراة في نفس توقيت المباراة المباراة بكرة الساعة خمسة فكان تدريب سيمبا النهاردة الساعة خمسة على ملعب سيمبا قدنا طبعا المدير الفني اللي كان معنا من شوية في المؤتمر الصحفي. بيتكلم طبعاً مع اللاعبين طبعاً استاد القاهرة يا جماعة لي رهبة يعني تنزل استاد القاهرة كده المشهد بالنسبة لك مع كامل احترام الملعب بين يمين مكبة في دار السلام. آه بيسع 60 ألف ولكن استاد القاهرة كان معروف ده من هو استاد الرعب. لما بيتملي على آخره أيام ما كان الاستاد بيسع لـ 80 ألف أو 90 ألف. دلوقتي بعد تركيب الكراسي والشكل الهندس الجديد بيسع حوالي 67 1500. فالاستاد ده لما بيكون مليان على آخره أياً كانت الفريلي بيلعب الأهلي فيه فرق أوروبية كبيرة جات هنا وخسرت من الأهلي. فأعتقد يعني بيبقى فيه رهبة وخوف عند اللاعبين. قدامنا طبعاً لويسة ميكسوني. لاعب النادي الأهلي السابق موجود بالتأكيد مع فريق نادي سيمبا التنزل. الأمور كلها ماشى بشكل جويس جداً. اتعامل المؤتمر الصحفي. تدريب الأساسي. الاجتماع الفني كان في أحد الفنادق في مدينة مصر. فالأمور الحمد لله ماشى بشكل جويس جداً قبل موعد مباراة الغد. السادة القاهرة بكرة هتشوفوه براونة مختلف. لأن بطولة الـ AFL لها تفاصيل كده في الملاعب فبكرة السادة القاهرة مأسورة الإعلام مأسورة الرئيسية المأسورة الأمامية. فيه شكل مختلف بكرة. نتمنى يا رب القائمين على إخراج المباراة بكرة يظهروا الجوانب الإيجابية اللي هيظهر عليها الأستاذ بكرة في استضافة النسخة الأولى وأول مباراة للدور الإفريقي على أستاذ القاهرة. هيذكر في التاريخ إن كانت مباراة للنادي الآلي في نسخة الـ AFL الدوري الإفريقي لكرة القطب. طيب حساب يلا أقول راح نتكلمنا خلاص على اللايحة والنهاردة شرحنا الموضوع ده بشكل يعني واضح جداً عشان ما يبقاش فيه أي لغة زي ما الكاف عمل النهاردة إلا الصبح. طيب حساب الوطن سمورت النهاردة ألقت ضوء على تفاصيل الاجتماع الفني اللي عقد ما بين مسؤولي الأهلي وسمبة مع حكام المباراة ومراقب المباراة. ولكن قيل إن في الاجتماع الفني الأهلي تكلم على التحكيم ده تبقى لما نشر اليوم في الوطن. الوطن الرياضي قالوا إن الأهلي تقدم بطلب عاجل في الاجتماع الفني إن فيه أخطاء تحكمية مؤثرة في المباراة في الفترة الأخيرة. فاتقال إن الأمور ده يتمه من أشيطها في الفترة اللي جاية وبتأكيد الكاف بيحاول يطور من منظومة التحكيم. ولكن الكلام ده على عهدة الوطن تفاصيل الاجتماع الفني اللي لسه الأهلي ما أعلنش عنها حتى هذه اللحظة. طيب حساب بطولات بيقولوا إن موسيس فيري مهاجم ماسينبا اتكلم على المباراة وقال إن هناك حالة من التفاقل داخل غرفة اللاعبين من أجل تحقيق الفوز على الأهلي في القاهرة. والتأهل إلى الدور التالي لدينا القدرة على الفوز هنا في القاهرة. قوة بيشجع زميله وبتكلم على فرص تأهل لكن إن شاء الله يقدر الأهلي يحسم المباراة بدري بدري. حساب في الجول اتكلم على موضوع انتقال أحمد عبدالقادر إلى صفوف الوقرة القطري. هل الكلام ده صحيح ولا عبارة عن أخبار فيها اجتهادات وأخبار غير صحيحة مصدر في نادي الوقرة تحدث مع موقع في الجول. وقال لا توجد أي نية في اللحظة الحالية للتعاقد مع اللعب. والمصدر قالها كده بالعربي أو باللغة اللي يعني ايه اللهجة المصرية قال أنا بقول لكم مفيش أي عروض رسمية وصلت للعب. فده تصريح مهم جدا من مصدر في نادي الوقرة وانبارح كانت معايا عدد من المواقع نقل التصريحات من مصدر في الآله وقالت برضو نفس الكلام مفيش أي عروض رسمية ولا حتى ودية ولكن البعض بيحاول يكتهل طيب حساب الوطن سبورتا أيضا بتكلمون إن فيه تحذير أخير من كولر إلى مروان عطية أنا معلوماتي إن مفيش الكلام ده يعني مفيش الكلام ده مروان عطية لما بيتكلم اتكلم مع الكابتن سامي قمصان اتكلم مع الكابتن خالد بيبو أنا إيه اللي رئيسني ممكن بفكر في حاجة نقصاني كولر محتاج مني حاجة أنا مش بقدمها أي لعب أكيد ممكن بيعمل ده عشان يعرف هو كان أساسي وفجأة بقى احتياطي ولكن كولر النهاردة في المؤتمر الصحفي وصل رسالة للإعلام قبل ما تكون للعيبة لأن اللعيبة أكيد عارفة الكلام ده إن أنا ما عنديش لعب أساسي ولعب احتياطي نرضى الراجل ألها بعضمة لسانه وبالتالي مفيش فجر التحذير أخير من كل اللي مروان عطية لو أنت ما بيتش كويس مش هلعبك كلام ده محصلش بدليل إن ماتش سنبا ماتش الزهاب نزل مروان في الجزء الأخير من المباراة لو لعيب مش بينفز تعليمات المدير الفني لا هيبقى أساسي ولا احتياطي مش فيها تنوي يكون على الدكة بس لأ طالما نزل يبقى الراجل مقتنع بيه بس بيعمل حاجة مؤينة في الملعب دي وجه التنظر فنية للمدرب لكن الخبر هنا معناه إن مروان برا الحسابات لكن تيجي تبص على الواقع لأ مروان عطية في الحسابات بدليل إن إمام عشور كان جاهز الراجل ملعبوش عبد الملعب كان جاهز الراجل ملعبوش علي معلوك ممكن ييجي قبل الماتش 24 ساعة بعد اللي حصل في موضوع التيران ولكن الراجل وضع ثقته في كريم الدبيس وقال لك لأ معلول يروح القاهرة عشان يستعد للقاء العودة الراجل ما عندوش أساسي واحتياطي على فكرة لو ركزنا في التفاصيل اللي بيشتغل عليها كولر طب الوطن بسبورت النهاردة بيتكلم على محمد النني وإن في كلام إن محمد النني ممكن ينتقل للأهل في يناير الخبر ده على فكرة أنا قلته من فترة واستعرضته وقلت الكلام ده مش حقيقي ولكن النهاردة الوطن بيأكد نفس الكلام لكن مصدر في الأهل ينفع وقال ما فيش أي مفاوضات وإن محمد إنني واحد من أهم لعبة مصر في الفترة الحالية وفي خط الوسط وبيلعب في أرسنال أحد أعرق الأندية في الدول الإنجليزي خلال آخر سبع سنوات ولكن إنني مستمر في رحلة احتراف حساب البطولات بيتكلموا على رقم مهم القهربة قهربة وصل مع الأهل لمية مباراة لعب مع الأهل مية مباراة ده بخلاف طبعا فترة الإقاف لو فترة الإقاف دي كان قهربة لعب للأرقام دي هتتضاعف ولكن قهربة في المية مباراة ساهم في تمانية واربعين هدف هو سجل منهم خمسة وثلاثين وعمل أسست في تلاتتاشر هدف رأيك في أداء كهربة خلال الفترة الأخيرة مع الأهل لو طرحت السؤال ده أنا عارف التعليقات كلها هتبقى مية في المية مش تسهى وتسعين وتسهى من عشر الكل هيشجع ويساند كهربة ويتمنى الفترة اللي جاية سنة التركيز شوية في الفرص تبقى أكتر لأن قهربة لعب مهم جدا ولكن إضاعة الفرص للأسف بتضيع شغل كتير قوي الفريق بيقدمه في أرض الملعب طيب كرة بلس النهاردة رصد لقطة جميلة جدا والفترة اللي جاية نحاول نلقي الدق عليها إنشاء أول فريق للسيدات للنادي الأهلي والفريق ده موليد 2004 تحت 19 سنة هذا الفريق تم إنشاؤه في الفترة الأخيرة وتم تكوينه في الفترة الأخيرة وقامنا طبعا في الصور البنات بنات النادي الأهلي بيلعبوا في مسابقة موليد 2004 وقامنا طبعا يعني اللاعبات اللي نتمنى يا رب التوفيق خلال الفترة القادمة المدربة كابتن أميرة يوسف شايفين في الصورة كمان الكابتن شطة اللي مشرف على هذا المشروع مع أكاديميات النادي الأهلي نتمنى يا رب إن الفترة اللي جاية خلال سنتين كمان نشوف الفريق الأول لسيدات النادي الأهلي بيشاركوا في بطولة إفريقيا للأنداء لكرة القدم للسيدات ملعب مع سانداونز يلعب مع بترو أتليتكو وبطولة بتتلعب بنظام جغرافي وبعد كده بتروح بقى لنظام التصفيات اللي على فكرة النسخة القادمة الشهر اللي جاي هتتلعب فيه كودفور ولكن الأهلي نسا قدامه يعني حوالي سنة أو سنتين عشان يقدر يشارك بالفريق الأول في البطولات الإفريقية لكن مبروك للأهلي أول فريق لكرة القدم للسيدات ومشاركتهم في مرحلة موليد 2004 طيب طرحنا سؤال توقعاتكم للتشكيل والنتيجة أستاذ رمضان تحياتنا لحضرتك بيقول الشناو في حراسة المرمى معلول وياسر ويعني بابين قصين منعم أو ربيعة خالد عبدالفتح في خط الدفاع حط الوسط ينجي إمام كوكا الهجوم كهرباء الشحات تاو وإن شاء الله نفوز بالنتيجة الأميز مع كولر 3-0 يعني تبقى ثلاثيات إبراهيم مصابر بيقول التشكيل الشناوي وربيعة وعبدالمنعم وهاني ومعلول وديانج ومروان وإمام عشور وردى سليم وتو كهرباء والنتيجة 0-4 للأهل هو توقع التشكيل يعني بمشاركة منعم مكان ياسر ومعلول يرجع مكان كريم عمر تحياتنا ليك بيقول الشناوي هاني منعم ياسر معلول يعني عايزي رجع منهم ومعلول شايف إن الأهل يبدأ بديانج وإمام عشور ومروان عطية يعني بالتالي وبالتالي تاوي ريح وإن شاء الله الأهل يفوز 0-3 أهلاوي أنا والفخ ليه يعني الناس بتختلف وفيه تباين في وجهات النظر وليد بيقول مساء الخير إن شاء الله الأهل يكسب نتأهل بس أنا حاسس إن فيه تربص من الحكام للأهل ومش متطمن معرفش تغيرة وحقدة على الأهل ولا إيه بالزبط توقعاته للتشكيل الشناوي هاني ياسر منعم معلول ماروان ديانج إمام عشور ريدا سليم أنتوني مودست والشحات مع تمنياتي بالفوز والتوفيق إن شاء الله ده أول تعريف معايا توقع مشاركة أنتوني مودست ولكن في النهاية هناك رؤية فنية لمرسل كولر في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة ونلتقي بعد غد لأنه مكرا إن شاء الله المباراة هتكون في نفس توقيت البرنامج الساعة 5 وعندكم السجد التحليلي بالتأكيد مع الكابتن أيمن شوقي ونلتقي إن شاء الله يوم الأربعة أولها بنحتفل بالتأهل للدور نصف النهاية شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وإلى اللقاء